أستاذ إيمان من إسكندرية تتفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أزيك يا شيف عاملين فضل ونعمة الحمد لله أستاذ لك عادي بس سؤالين أول سؤال والدي ووالدتي بعلهم 47 سنة من جوزين والحمد لله ربوني أحسن تربية بنات وأولاد وأحسن تعليم دلوقتي هذا خير فرحلة أنهم فيه استحالة للعيش ما بينهم يعني على طول مسكين لبعض الخناء على أكثر أسباب فإحنا مش عالفين السراحة بس لحما بينهم هي بقى هو مسألة أنهم داخلين على الطلاق ده تقدير حضراتكم ولا ده مطالب مثلا والدتك أو راغبت والدك لما حتى نعلم تتطلق دلوقتي عادة معي عادي في الشقة بس على طول بقى دنهم خلفات كثيرة جدا فإحنا بالتالي يعني منكلم موال وحدها ومنواعي والدنا لوحده فهم شافين لهم معهم إيه ثانيا برضو من أعوزين نعرف هل الأخرة بتاعتهم حيب أجزاهم إيه يعني حسن عشرة اللي هم عملوا مع بعض دي في الآخرة تقلبت إنها بقيت حسن عشرة إذا جزاها إيه في الآخرة ده أول سؤال ده كده سؤال مركر قولي طب التاني سؤال التاني يا أستاذ إيمان أستأذنك أنا عندي بنتي 13 سنة وبنتي دلوقتي يعني في سن اللي هي أنيسة يعني فبيحاول أرشدها في الكلام ونصائح دلوقتي ما بدين في المجتمع ده اللي مفتوح عما بين أصحاب بنات وأولاد أرشدها إزاي إذا تمشي على الطريق الصح أجاوب على حضرتك وإنت خاصة أنت أصدك إزاي إزاي التعبير المصري اللطيف إزاي هي تحافظ على نفسها آه والتالي بقدم تسمع أي دعائب جديدة من الصحوبية ومن الصداقة حاضر ما أنا أصد إزاي تفهم من الدنة ما بيقولش كده حاضر يا فاني حاضر ده كلام مهم جدا جدا ومحتاج إن احنا نفرد له حرقة بذاتها كده نتكلم عن الكلام ده بس خليني أجاوب على حضرتك أول حاجة تقدير إن هم استحالة العشرة بينهم ده مش تقدير حضرتكم ده تقدير الخبر ولا حتى ممكن يكون تقديرهم هم بس أنا عايز أقول لحضرتك إن فيه ظاهرة زادت قوي اسمها ظاهرة طلاق الكبار ليه طلاق الكبار لإن في الحقيقة الناس ما بقتش عندها قدرة للتعامل مع مفردات الحياة الجديدة وهم الكبار بيسمعوا بيتفرجوا وبيشوفوا سوشيال ميديا وبيقولهم حاجات وسقافة جديدة بتخليهم القيم اللي كانوا عايشين بيها بتتغير وبتقدر المرأة اللي كانت ما تقدرش تفكر إن هي ممكن تبعد عن زوجها إن هي خلاص كفاياها كده كفاياها المرار اللي هي شافته وتطلب الطلاق خلينا أقول ببساطة بس إن احنا لازم نقابلهم ليه طيب عشان نعرف إيه اللي خلاهم في الغالب في الفترة اللي هم فيها دي وفي السن اللي هم فيه ده وإحنا عندنا 47 سنة جوازي إحنا إحنا بنتكلم على ناس أوشكوا يوصلوا إلى سن منتصف الستينات أو وصلنا للسبعين إيه اللي حاصل إن هم في بعض الأحيين بيبقى عندهم خوف اسمه وخوف التخلي إن هم الاتنين خايفين إن هم حد فيهم يتخلى عن التاني فبيقولك تبقوا يتخلى عني ليه طيب أنا إحنا نبتعد عن بعض عشان ما يحصل ليش وجع التخلي ده فعشان كده هم محتاجين نعرف إيه السبب اللي بيخليهم بينقرف بعض هو السبب بيبقى معروف إن كل واحد فيهم محتاج حنان التاني وعطف التاني هو مستني إن التاني يدي له العطف ده باعتباره إن هو بقى ناضج نضوك كافي إن هو يعرف هو إمتى متدايق وإمتى من فرحان فهو منتظر من التاني طريقة كده وكأن الاتنين محتاجين يسمعوا قولوا صلى الله عليه وسلم خيروهم الذي يبدأ بالسلام فاللي هيبدأ بالسلام واللي هيبدأ بالمسالمة واللي هيبدأ بمحاولة تصفية الأجواء هو اللي هيكون أحسن ولعلهم يكونوا سمعين دلوقتي وعارفين إن اللي هيبدأ فيهم مش هيبقى مهان لكن اللي هيبدأ فيهم هيكون ماشي على ما يرضي الرحمن وماشي على طريق سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وزيك أنا بنصحهم كده مسألة بنت حضرتك حاولي تكلميها كتير على إن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان وإن جسد الإنسان جزء من تكريمه وإن إحنا العلاقات عندنا العلاقات ما فيش شيء يمنع إن الناس تكون موجودة في مساحة واحدة بس كل مستوى من مستويات العلاقات وله حدوده له أسراره له طريقة التعامل معه ولابد إن إحنا نفهم إن ما ينفعش في الحياة المعاصرة إن إحنا نفقد الروابط اللي ربنا جعلها فروابط المتعلقة بمساحة أسرتي ما ينفعش أخلطها ما بين أصدقائي وزملائي في الدراسة لا دي مساحة لها أحكمها ولها رؤيتها المتعلقة بيقدي إيه إحنا عندنا روابط وسعة جدا جدا مش موجودة مع الزملاء والأصدقاء فيبقى ده معناه إيه إن الإنسان جزء أنت تسأليها هل أنت عندك خصوصية هتقولك آه فالخصوصية تقتضي أن يبقى الإنسان مع بعض الناس في حدود للتعامل معهم كجزء من الخصوصية والهوية لأن الإنسان المتاح المباح للناس ممكن يستهلكوه ويستغلوه ويبقى دوة ليس تعامل رشيد ولا علاقة رشيدة فعلميها مفهومين مهمين مفهوم الكرامة وأن جزء من مفهوم الكرامة الخصوصية والخصوصية تقتضي أن العلاقات ما تبقاش مفتوحة لكن العلاقات يبقى لها ضوابط ومعايير عشان تحقق الهدف منها لو عملنا كده أنا بشارك بإني احتمال كبير هي تقدر تفهم ما تخفيش هتفهم الكلام ده والكلام ده بيفهمه الأولاد الجيلزي كله بيفهم الكلام ده بيفهمه بشكل كويس فحاول تكلميها بهذا الكلام وإن شاء الله تفهمه وتستطيع أن هي تحافظ على نفسها وكمان لازم تكلميها أن فيه كثير من أحيين بتبقى العلاقات في أول الحياة علاقات بتحتاج إلى معارف وإلى خبرات ففي أول الحياة كل واحد فينا يستعين ويستشير في علاقاته عشان هو خبرته بتتكون شيئا فشيئا ده مش عدم ثقة ولكن الخبرات بتتكون شيئا فشيئا